العلاقات بين الصين وروسيا بتدخل لمنحنيات خطرة بسبب العملية الروسية في أوكرانيا السلام عليكم مكالة بلومبرج الأمريكية نشر التقرير بيتكلم عن مستقبل العلاقات ما بين الصين وروسيا في ظل الحرب الحالية في أوكرانيا وإن في تعقيدات كتير حتمغي بيها العلاقات ما بين الروس والصينيين خاصة فيما يتعلق بإمداد البضائع الروسية للصين بسبب ارتفاع التكاليف والأوضاع الجيوسياسية اللي ممكن تكون سبب في عقالة إمدادات النفط والطاقة والأمحة والمعادن رغم العلاقات العميقة ما بين الدولتين السؤال الرئيسي اللي بتقول بلومبرج إن التساؤلات الفترة اللي جاية حتكون ملحة بخصوص تضفق الإمدادات الروسية للصين والعكس كمان بتقول الوكالة إنه قبل بداية الحرب كانت أهمية روسيا بالنسبة للصين كبيرة جدا لإنها كانت مصدر مهم للمواد الخام وكانت أهميتها بتتزيد وفق المنطق الصيني وهي المواد الخام الروسية زي النفط والغاز والقمح مقابل المنتجات الصينية والموضوع ده تضح بشكل رئيسي في التوقيع على اتفاقية الصداقة والتحالف اللي ملهاش حدود قبل دورة الألعاب الشتوية في بكينة 2022 بلومبرج جعلت إن الفرص الروسية حاليا حتقل قصاد الاقتصاد الصيني بسبب ضبابية الموقف حاليا في الحرب اللي في روسيا وكمان بسبب الخوف من التعرض للعقوبات الغربية اللي أكيد الشركات الصينية هتكون فرينة عنها قصة وإنه ممكن يتم استبعاد بعض الشركات الصينية من الأسواق الغربية والأوروبية بسبب تعاونها مع روس وده واضح جدا في تجنب كتير من المستثمرين الصينيين والمقردين الشحنات الروسية من الفحم والغاز الطبيعي المسال والنفط الخام على غرم من أن الروس هم تاني أكبر مصدر للنفط للصين بعد السعودية وتاني أكبر موغد للفحم للصين بعد إندونيسيا لكن في الجهة المقابلة الخوف من العقوبات الغربية والأمريكية مش هو السبب الوحيد لتعقيدات التجارة ما بين الصين وروسيا ولا حتى الأمحة روسي اللي بتصدره روسيا لمية دولة حول العالم ولكن الصين من الدول الأوليلة اللي استرادها أوليل جدا من الأمحة روسي بسبب الفطريات وبالتالي في ظل محدودية صفقات الأمحة الروسية للصين وارتفاع تكاليف النقل حول العالم في الفترة الحالية فده معنات عقيدات أكبر بالنسبة للاقتصاد روسي في ظل أزمة الحرب الأوكرانية الحالية الصين بتكافح برضو من أجل إيجاد بديل تاني جنب روسيا لأن الأمور مش مضمونة في ظل الحرب الحالية وزي ما قللت الاعتماد على جزف موضوع الأمحة فهي بتتجه لأسواق تانية من أجل بعض المعادن زي اندونيسيا مثلا كان مورد للنيكل الحقيقة إن العالم كل لحظة فيه بتفرق وبتعيد تشكيل الأمور فيه والتفضيلات والأولويات كمان ولكن الثابت إن محدش بيدفع فطورة حد ولا حد بيحسب لحد على المشاريع وإن في ظل الأزمات الحالية بتحصل زلازل سياسية وحركات بتقرب تحالفاته بتبع التحالفات تانية في ظل إننا في حرب بغدة فعليا بدأت مع التحرك روسي في أوكرانيا وما فيش ضمانة حتى الآن لتحقيق أي شيء وعلى ضمانتي ما فيش أي شيء مضمون زي ما فيه حرب شغالة على قدم وصاق خاصة بالقرب من المدينة الاستراتيجية الأوكرانية ماريوبول واللي دعا فيها روسي الأوكران لتسليم المدينة وإلقاء السلاح وزي ما فيه حرب تفاوض ما بين الغرب وروسيا في شكل مباشر عن طريق أوكرانيا وزي ما أوروبا اشتارت من بداية الأزمة الأوكرانية لحد وقتنا الحالي نفط وغاز من روسيا بقيمة 17 مليار يورو فالحرب الحقيقية الوحيدة والثابتة في كل ده هي محاولة ضرب تفكيرك وتمرير الرسايل ليك لأنك أنت المستهدف الحقيقي في القصة دي مش ارتفاع الأسعار عالميا ولكن ارتفاع الوعي حاليا في دولنا العربية واللي بيلزم له ضريبة مرتفعة جدا فخلي بالك وكون حذر من كل معلومة تعدي عليك وشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته